اشتركوا في القناة ونعرف منه كمان اكتر عن كواليس كتاباته لكن النهاردة حلقتنا مختلفة شوية ولان انتوا عارفين ان احنا كل فترة كده بنحب نعملكم حلقة مختلفة بموضوع مختلف النهاردة حلقتنا مش عن كتاب هنتكلم عن موضوع نحاول من خلاله ان احنا نعرض على حضراتكم افكار مختلفة هنكون مع صانعي المحتوى اللي هينورونا النهاردة في الستوديو وهيدونا كمان ترشحات لقراء وبالذات في فصل الصيف وبالذات لقراء سنقول قراءة الناس اللي احنا لسه بنحاول نشجعهم على القراءة ونقول لهم يقرؤوا ايه ونقول لهم يختاروا ايه ونقول لهم يبتدوا منين ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نحببهم في القراءة ونعرفهم ان اللي بياردها لدمه سئيل ولا هو واحد فاضي ولا هو واحد مثلا ما عندوش حاجة يعملها بالعكس ده الناس اللي بتقرأ هي الناس اللي بتقدر تغزي كيانها وتغزي شخصيتها وتكون دايما عندها حضور ويكون دايما عندها ردود في كل المواضيع وفي كل الافكار اللي بتترح عليها علشان كده احنا النهاردة هيكون معانا صانعي المحتوى زي ما قلت لحضراتكم وهنحاول على قد ما نقدر نوفر لكل واحد منكم زوء الخاص في موضوع القراية اللي كل واحد فينا بيحبه فيه ناس بتحب ادب الجريمة فيه ناس بتحب ادب الرعب فيه ناس بتحب السيارة الذاتية فيه ناس بتحب الادب الساخر فيه مواضيع كتيرة جدا جدا فيه الادب وطبعا مش هننسى الادب النسائي والمواضيع اللي بتناقش قضايا المرأة وحكاياتها ومواضعها النهاردة هنحاول نرشح كتب تناسب الجميع والنهاردة هنحاول نوفر كل الازواء ونوفر كل الانواع اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها وعايزين تقروها لاننا بجد نفسنا انه مش بس الكبار انه كمان الاطفال تبتدي تقرأ ويكون عندها شغف بالقراية مش بس يكون اهتمتهم سوشل ميديا انما كمان تعرف اكتر عن الكتب وتعرف اكتر عن اهمية الاراية هنعرف اكتر عن ترشحات الكتب من ديوفي اللي هنوروني في الستوديو النهاردة البوكتوبر الأستاذ كريم النجار والبوكتوبر والناقد والبوكتوبر ايضا الاستاذ طارق عز ولكن طبعا قبل ما نستقبل ديوفنا وقبل ما نبكدي كلامنا زي ما حضراتكم متعودين تعالوا نشوف مع بعض تقرير البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا ونرجع لحضرتكم على دول يحكى ان يقدم لكم الكتب الاكثر مبيعا وذلك في حلقة جديدة من كل اسبوع نرصدها لكم طبقا لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت كتب هذا الاسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تتصدر قائمة الكتب الاكثر مبيعا روايات القطائع للكاتبة ريم باسيوني وهي رواية تاريخية ثلاثية تدور في عهد الحاكم احمد بن طولون يأتي في المركز ثاني كتاب قهوة صباحية مع النفس للكاتبة الدكتورة نشوة صلاح وتتحدث فيه الكاتبة عن مفهوم السعادة يحتل المركز الثالث كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل ويتحدث عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية يأتي في المركز الرابع كتاب أحببت وغدا للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان ويتحدث عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعا برواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشدلي والتي يأخذنا فيها الكاتب إلى حدث ديني وتاريخي هام رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين معاكم حلقتنا ودلوقتي هنروح نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحقق أنه وهو تغطية لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان دواير الثقافي اللي شارك فيه عدد كبير جدا من دور النشر الخاصة والحكومية أيضا وقدم فعاليات ثقافية مختلفة خلينا نروح نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية الفكرة جات من أن احنا قلنا دايما الصيف بيبقى خالي من الفعاليات الثقافية الكبرى معارض الكتاب العربية يمكن عشان الأجواء الحارة في الوطن العربي بتبقى كلها مكسفة في الشتاء فترة الصيف دايما فاضية الناس بتبقى مش متطلعة لحاجة ليه علاقة بالثقافة في الصيف معين جمهور الثقافة اللي بيملى معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب مثلا بيبقى يعني معظمه من الطلبة وكده بيبقى عندهم الوقت والفصحة فقلنا ليه ما نفكرش نعمل فعالية في الوقت ده الخالي من الفعاليات الثقافية تبقى حاجة كبرى وحاجة كبيرة ومختلفة وجديدة لما قعدنا مع بعض وفكرنا كثير يعني توالت الأفكار واتسعت الدوائر وعملنا دوائر الهدف دايما من الفعاليات الثقافية تجميع الناس بس تجميع الناس على ايه؟ فكرتنا ان احنا نجمع الناس على الثقافة على الإبداع وندي فرصة للمبدعين الجداد ان هم يلاقوا نفسهم من خلال ورش عمل من خلال سمينارات من خلال الاحتكاك مع كتاب مع مخرجين سيناريستات فيكتشفوا يعني مساحات جديدة للإبداع بتاعهم تمعنا مع بعض وقلنا ازاي نتعاون مع بعض ونقدم حاجة جديدة للعالم الثقافي اللي موجود في مصر وبالذات أثناء فترة الصيف الفترة اللي الناس متعودة فيها تسافر أو حبة تسافر حبة تروح مكان جديد أو تقرأ كتاب جديد أثناء الفترة الصيفية فقلنا نعمل في قلب القاهرة وبالتحديد في وسط البلد نعمل فعاليات ثقافية خلال مدة عشر تيام يكون فيها معرض كتاب وخصومات وكتب الجديدة اللي نزل أثناء فترة الصيف وأهم الكتب العالمية والعربية وخلالها نقدم فعليات وسامينارز عن الكتابة وعن القراءة وعن حتى كتابة المسلسلات القصيرة والسينما أنا شرفة جدا بصدق حدود شرفة جدا أنا مهلا والشرفة الكبيرة اللي هي لكل رواقني وكاتب التاني الشرف اللي أنا أعطر أقاسد شخصية وشخصية إنه المسل صعب قوي يبقى في المسل قوي كده يعني لازم يبقى يعرف يستخفى تحت شخصية يعني فعنا كان حازي قوي قوي الحمد لله إنه أحمد مراد كتب تراب الماس فقدرت أعمل سورة وإنه أصدق بعيني عظيميين كده يعني لكل دوائنهم أنفذ التعامل لإيلا الفكرة بدأت من شهور كتيرة يعني كنا بنفكر نعمل حاجة نتعاون فيها مع يعني أغلب الدوائر تتعاون مع بعض ففكرنا نعمل حاجة إحنا وديوان ننظم مهرجان كبير باسم دوائر يستوعب جميع الدوائر اللي حولينا وتلتقي في مكان واحد أنا أول ما سمعتها على السوشيال ميديا وأكيد أي حركة زي دي أي مهرجان زي ده هو إثراء للحركة الثقافية المصرية فأنا أكيد سعيدة به يعني جدا كمان مهرجان دوائر هو مهرجان متميز وبيسري الحالة الثقافية المصرية عشان كده لازم الجميع يدعموا وأغلبية المثقفين والفئات اللي هي بتهتم بالثقافة وأن تكون متواجدة في مهرجان زي ده أما دلوقتي هنروح نشوف معاكم تقرير صورته كاميرا يحكى أنه عن تخطية فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثمانتاشر هنروح نشوف مع بعض التقرير ونشوف إيه اللي حصل في المعرض ونرجع لحضراتكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في فصل الصيف وخاصة أنه فيه وقت أجازات طويل كده منورنا في الستوديو النهاردة جوفي البوكتوبر الأستاذ كريم النجار أهلا بيك أستاذ كريم منورنا وقال كاتب وقال ناقد وقال بوكتوبر كمان الأستاذ طارق أهلا بيك أستاذ طارق خلينا في البداية نتكلم عن فكرة تواصلكم ودي برضو من الحاجات اللي بتعجبني دايما بأن احنا بنحاول نقرب التكنولوجي من القراءة ويمكن احنا كنا اتقابلنا قبل كده وأستاذ كريم عن طريق زوم وكنا تكلمنا في الموضوع ده إنه قد إيه بقى مهمت جدا إن احنا نشجع الناس على القراءة من خلال السوشيال ميديا اللي احنا دايما بناتتامى أنها خطفت الناس من القراءة عملتوا ده إزاي وبتفكروا دايما فيه إزاي تجددوه وإزاي تعملوه يعني قبل ما نبتدي نتكلم عن ترشحات الكتب أستاذ طارق أول فكرة أنا حبيت أقدم للمشاهد اللي هو هيبقى القارئ بعد كده ملخص عن كتاب 300 صفحة في 10 دقائر يعني بدل ما ياخد كتاب مش مناسب ليه ديه في حد ذاتها فكرة تجذب أي حد بالزبط يعني أول ليه ضيع 3-4 أيام أو لو قارئ سريع يعني أو أسبوع لو قارئ بطيء في كتاب ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة له فأنا أؤدي له فكرة عامة عن الكتاب يعرف هو داخل على إيه لو مناسب ليه يجيبه فأنت من هنا تجذب القارئ إنه هو أنا هقدم لك وجبة سريعة إنت محتاج الوجبة السريعة أنا هتديك الوجبة السريعة اللي إنت محتاجها بس المهم إنك تعرف والمهم إنك تتعلم وتقرأ وتتذكر بزرع من خلال وجهة نظر أستاذ كريم هو أنا الموضوع بدأ معي بشكل مختلف شوية عن طارق أكيد كل واحد ليه وجهة نظر أكيد هو هو سبحان الله يعني حتى أنا وطارق أول ما بدأنا بدأنا في نفس التوقيت وبقين صحاب الكلام ده مسرى من خمس سنين أوكي فأنا لما بدأت الموضوع بدأته لإن أنا حسيت بعد فترة من القراءة أن أنا عندي حاجة عايزة أقولها عن الكتب ده أنا بقراها عايزت أحكيها عايزت أقولها عايز أتكلم عن الكتاب فعلا أنا عايز أقول الكتاب ده بشكل قصير جدا زي طارق قصته إيه بيحكي عن إيه أوله فين وآخره فين أيه إيه الحلو اللي فيه وإيه الوحش اللي فيه فمن هنا بدأت أن أنا أتكلم بشكل عام عن الكتب لحد ما لقيت وطارق كمان نفس الموضوع أن فيه زي عملية جذب كده والناس عجبها الموضوع جدا والناس فعلا فيه ناس بالموضوع ومهتمة بالموضوع فبدأ الموضوع يكبر ويوسع مننا أكتر وقت لزيز ويربي أكبر ويوسع أكتر وأكتر نحن نتمنى حاجة زي كده ونتمنى أن كل مواطن مصري يبقى دايما مع كتاب أو يبقى حتى لو ماسك أي ديفايس يكون الديفايس ده فيه أبليكيشن بيقرأ من خلالها أو بيتعلم حاجة من خلالها طيب خلينا نتكلم ستستاري معاك عن أنواع الأدب اللي دايما بترشحها لسنقول أقراءة يعني زي ما بنقول كده بالبلدي يعني أنا لسه سنقول أقراءة خالص وبتحاول تشجعني إن أنا أقرأ بتحاول تحببني إن أنا أقرأ هترشح لي إيه هتقول لي إيه والله هو ده هيتوقف نفسه يعني هو لو سنه صغير أو من اليافعين يعني على حسب الفئة العمرية بقدت بديت وعده هنبدأ أن نحدد بقى هو وهو بيحب إيه من الأفلام ده ده برضو مدخل كويس قوي يعني هو لو بيحب أفلام الأكشن حيبقى مناسب أنه نحن نديله حاجة تليق على زوجه أيوه ما ينفعش نديله حاجة تبقى صعبة عليه أو أعلى من إمكانياته في التوقيته ده دلوقتي يتقفله من القصة إحنا عايزين نجزيبه عايزين نحببه في الموضوع فلو بيحب البوليسي هيبقى بيحب مثلا الحاجات السبنس والروايات البوليسية والحاجات إزاي كده أوكي ففي التوقيت ده بقى حاجات الصغيرة السريعة تبقى مناسبة جدا زي السلاسل مثلا السلاسل الروايات اللي جيب موارك الطبيعة عملها في المستقبل والكلام ده تبقى مدخل كويس قوي منها بعد كده ممكن يطور نفسه. فلو هو ده فئة القارئ اللي احنا عايزينه في السن ده هيبقى كويس قوي. لو القارئ كبير شوية في السن هيبقى المجموعات القصصية أفضل بالنسبة لكم. إنها ممكن تبقى مجموعة قصصية فيها أكثر من فكرة تشد انتباهه. بإيقاع سريع كمان. بالنسبة للإيقاع اللي احنا فيه ده بيكون مناسب. لو ست بقى. طب احنا قلنا قارئ. طب انت دلوقتي لو فيه بنت أو ست لسه بتحاول انها تستثمر وقتها. بترشح ايه للسيدات؟ بترشح ايه للبنات؟ ان هما يقروا. أو انت من وجهة نظرك شايف البنات بيحبوا يقروا في ايه أكثر؟ هو الستات عموما بتميل للأدب الرومانسي أكثر يعني. الرومانسي. تصور ان انا في حلقة من الحلقات اكتشفت ان هما بيحبوا أدب الرعب. اه طبعا. واستغربت جدا. استوقفني جدا ان البنات أو السيدات بيحبوا أدب الرومانسي. بيحبوا جدا. اه. وفيه فئة في الرعبة ساني مش منتشر عندنا قوي في الأدب العربي. الرومانسي دي بتبقى موجودة قوي بره. زي مثلا السلسلة التويلايت كده. ايوه. دي رعب الرومانسي. فها تجمع بمن اللي حاجتين هم بيحبوها. فهتلاقي شعبياتها. اوكي. هم غويين رعب السيد دي يا اخي والله ايه. طيب. خلينا نتكلم معاكم أستاذ كريم عن برضو فكرة تشجيعك. من خلال السوشال ميديا اللي من خلالها بتوصل للقارق. وبتحاول على قد ما تقدر ان انت تجذبه. وسنقول اقراءة زي ما كنت بس قاله أستاذ طارق. سنقول اقراءة. بتقوله ايه. بتقوله هتقرأ ايه. بتقوله هتيعجبك ايه. بتحاول تجذبه ازاي. هو الحاجة الاولانية ان انا زي المطارق قال برضو. انا دايما اي حد سنقوله اقراءة بوجهه انه ما يقراش كتب كبيرة. يعني ده ده الهدف رقم واحد. انه ما يقراش كتب كبيرة. لان الكتب الكبيرة او روايات الطويلة بيكون فيها مط للاحداث. او بيكون فيها فرد للاحداث. فمش اول سنة اقراءة حديله كتاب 600 صفحة. قوله اقرأ. بالزبط. مش هيكلمك تاني اصلا. مش هيستوعب اصلا. هو حيتعب اساسا. ومع الاقاع السريع. زي ما حارتك قلت اصلا في اول الحلقة. الاقاع السريع بتاع الحياة العصرية الجديدة. او التكنولوجيا. فهو عايز وجبة تكون دسمة. وفي نفس الوقت تكون لايت نوعا ما. وتخليك. يبقى عنده جوع اكتر بعد ما يخلصها. ان هو عايز يكمل اراية تاني. يكمل قراءة تاني. فعشان كده فعلا السلاسل. الروائية بتبقى حلوة جدا. القصص القصيرة بتبقى حلوة جدا. لان هي بيبقى فيها حتة استمرارية شوية. يعني هو مثلا يخلص العدد ده من ورقة طبيعة. لا انا عايز اكمل. لا انت عندك عدد تاني. فقدر يروح له. يخلصوا. لا انا لسه جعان. عجبتني فكرة. عايز اروح لعدد تاني. فيبتدي يلاقي نفسه بيتجر عدد ورقة تاني ورقة تاني. لحد ما يلاقي نفسه بشكل محب القراءة. كلنا بدأ انا احنا الاتنين بدأنا كده. اه اغلب اغلب الجيل. بدأ موراق الطبيعة. ورجل مستحيل. وملف المستقبل. مغاملون الخامسة. فدي الحاجات اللي احنا مبدأين بنوجه الشباب الصغير لها. بجانب السلاسل بقى الجديدة اللي بدأت تظهر مؤخرا. معدل القراء بشكل عام. يعني في سنكم. في مجموعة اللي حواليكم. في صحبكم. في قريبكم. في جنانكم. معدل القراء من وجه التظهركم كشباب بقى. مش ككتاب ولا كبوكتوبرز ولا كاي حاجة. لما بتحبوا تشوفوا من بعيد لبعيد كده. في كل عشرة في كم واحد بيقرأ. بتلاقي ايه؟ المعدل بالنسبة لك بيكون مردي. ولا انت شايف انه لأ احنا محتاجين نخلي الناس تقرأ اكتر. او لسه موصلناش للليفل اللي احنا نحب ان مجتمعنا المصري يكون بيقرأ بيه. هو دلوقتي بعيدا عن الصورة اللي الناس واخدها لقى القراءة في تزايد. في تزايد. اه طبعا. ده بعد يحكى انا اكيد. ده بعد يحكى انا اكيد. ده اكيد. اه يعني افتكر اخر احصائيات انا شفتها كانت في عشرين واحد وعشرين. كانت مصري رقم خمسة على مستوى العالم في معدل القراءة اليومي. ايه. فده بيقول ان احنا فيه عندنا عندنا قراءة ومتطورة. وبرضو انديكيتور مهم في القصة دي معرض الكتاب. طبعا. فاحنا يعني وقت الازمة بتاعت كورونا كنا عاملين مليون ونص زائر. وكان فيه اجراءات احترازية وكان فيه زحمة وفيه تباعد وفيه عدد معين من الزيارات. واخر دورة للمعرض الحقيقي كانت كل وصف يعني. طبعا. اكتر من اربعة مليون زائر. كان رقم كبير جدا. مهرجان يعني. طبعا. فلا معدل القراءة فيه تزايد. طبعا احنا يهمنا انه يبقى اكتر طبعا. اكيد. ده يشغلان اوه. بس لا بس ده. حيحصل اكيد ان شاء الله. استاذ كريم. انا بالنسبة لك. المعدل بالنسبة لك مردي. المعدل. ولا انت شايف انه احنا عايزين ناس اكتر وعايزين الاعداد تزيد اكتر وعايزين الشباب والبنات يكونوا بيقروا اكتر. لا انا هقولك على مفاجهة. هو العدد في تزايد اه. بس مفيش حد من وجهة نظري. موجود من الشباب اللي موجودين دلوقتي. على الاقل ما اراش كتاب من الكتب اللي ممكن نسميها بستسلر. فحنا نقدر نقول ان مثلا تسعين في المية من الشباب على الاقل قرى كتاب او كتابين من الكتب اللي طلعت ونقدر نقول فرقعت. مثلا. لكن اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا فعلا عايزين معدل الشباب يزيد بمعنى القراءة المستمرة. اللي مكملة. مش قرى كتاب وما يكملش. لا احنا عايزين العدد يزيد. وبالفعل عدد القراءة ونسبة القراءة بتزيد من سنة لسنة. بتزيد من سنة لسنة. خاصة فعلا مع زي ما حلويتك قلت مع اهتمام الاعلام. ودلوقتي بقى فيه فعلا بوكتيوبرز وناس بتراجع اونلاين. فالحاجات دي بتشجع القراءة اكتر. وخلينا نقول كمان ان الجهات المعنية والدولة. يعني مؤمنة جدا بالقراءة. مؤمنة جدا باهمية القراءة. لدينا معرض القراءة الدولي بالكتاب. عندنا حاليا معرضين شغالين. الابرة واسكندريا. صغير كتاب الطفل ومعرض كتاب الطفل اللي بتتروح. وبتكون موجودة في اماكن كتير في محافظات كتير. خلينا نقول كمان انه فيه دعم للفكرة نفسها. فبالتالي احنا بقينا نشوف اكتر. وبقى عندنا تسهيلات اكتر. فبقى سهلة علينا ان احنا نجيب كتاب في كل مكان. الحقيقة نقطة كمان ودي ممكن من الحاجات اللي انا دايما بكون فرحانة بيها. وجزء منها كبير يتنسب لكم. ولكل البوكتشوبرز وكل الشباب القراء المتمكنين اللي زيكم. اللي عرفوا يوصلوا للشباب اللي زيهم. وهي اختراق السوشال ميديا لعالم القراءة. احنا اخرنا وقت خايفين وسوشال ميديا. مخلية الناس ما بتمسكش ورقة. مش ما بتمسكش كتاب. يعني احنا مش مشين غير باجهزة متنور. وفكرة تواجدكم على الساحة الالكترونية. فكرة اختراقكم للسوشال ميديا. بانكم ناس لين بتتكلموا عن مواضيع وعن كتب وعن قدباء وعن كتاب وعن حكايات مختلفة وعن كتب مختلفة. اعتقد ان ده كمان كان من ضمن الانوار اللي اتنورت للشباب علشان يرجعوا تاني للكتاب. ده حقيقي. ده صحيح. فكلمني شوية عن المجهودات دي برضو. لان ده مش مجهود ينفع نخفله الحقيقة. هو ده يعني راجع للفكرة اللي انا كنت بقولها لها في الاول. ان احنا نقدم للقارئ او للمشاهد فكرة الكتاب كله في قد ايه. فانا انا دخلت المجال من باب الكتاب. يعني انا كنت عايز اكتب الاول وانشر. فمع انا اشرتش فاتجهت للنقب للقارئ. لا 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 سوشال ميديا على السنك تقدر تكتب عليها وتنزل براحتك اللي انت عايزه. واكلم في اللي انا بحبه في الكتب وفي القراءة. لقيت ان في ناس عندها استعادل انها تشوف ده او تعرف ده. بس مش لقي القناة المناسبة او الشكل المناسب. فبدأت احببه اعمل شوات خدع سينمائية بسيطة. اصور له الكتاب. اعمل زوم على الكتاب. الف حوالي. اعمل اخرج برا. اصور في جنينة. اصور في المعرض نفسه. اعمل انترفيو مع كاتب. الكلام ده بقى يعني هو شايف الكتاب في ايده. لكن ما يعرفش الكاتب اللي ورى الكتاب ده شكله ايه او بيكلم ازاي او موجوده ايه او ثقافته ايه او. يعني الكلام ده سمح للقارئ بليفل مختلف من التواصل مع الكتاب ومع كاتب الكتاب. عيو. فده خلنا نقدر نوصل للقارئ بشكل تاني. ان انا اخلي القارئ مشارك في العملية بتاعة القراءة. مش مجرد ان هو في اخر المنظومة. مش مجرد بيرلق ده بيارة وبيقول رأيه وبيكتب تعليق على الفيديو وبيكتب بيونسر مراجع على الكتاب. ايه. فده سمح بفيدباك يعني. بانه يعرف يدخل العالم ده ورغم انه هو كان شايف انه هو بعيد عنه تماما ومش ممكن يدخله. او ده مش العالم المناسب بالنسباله. مثلا. ده كان رأيه قبل كده. لما النهاردة هو الموضوع بالنسباله وبالعكس هو الموضوع بالنسباله بيعمل حاجه هو بيحبها. مثليه موجوده كمان على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو طول الوقت قاعد عليها. شايف. واللي هو طول اليوم يمكن يكون او في اوقات فراغه موجود عليها. أستاذ كريم كلمني برضو شوية عن اختراقك بالكتب لعالم السوشيال ميديا وفكرة انك تتوجه لكل اللي موجودين في السوشيال ميديا عشان تقدر تكذبهم تخدهم وترجع عليهم تاني للكتابة. هو مبدئيا وعن اول ما بدأنا بشكل عام. وانا كمان شخصيا اول ما بدأت انا كنت احرفان بكلم نفسي. ما كانش فيه حد بيتفرج. خالص. ما كانش فيه حد بيتفرج. ما كانش فيه حد عارف انت مين. مين هيسمعك يعني في ظل الكتير جدا اللي كان موجود علي اليوتيوب. مين هيسيب لوراله قدام عشان يوعد نتفرج علي كتابة. حد بيتكلم عن كتابة او عن رواية. فالموضوع كان صعب جدا في البداية اول ما بدأنا يعني. ولكن بعد فترة كده لقيت ان اللي انت بتعمله. لا انت انت نفسك انت شخصيا انت بتستمتع به. فانت ما تعملوش لحد انت عمله لنفسك. فبدأت فعلا اعمل كده لنفسي. الموضوع بدأ يتطور معي شوية باني بدأت اخد مختلف. لا الرواية دي حصلت في مصر القديمة. لا انا هنزل اصوره في مصر القديمة. وده حصل. ابتديت بقى تعمل شغل مناسب للموضوع اللي انت عايز تتكلم عنه. كان فيه رواية رعب. الرواية دي كان بطلها يعني رعب وعفاريت بقى وجن وحاجات كده. ايو ايو. انا مثلت. انا فيه ريفيوز كتيرة جدا عندي. انا بمثل تمثيل كامل بمثل. بمثل تمثيل. ان البطل بتاع الشخصية دي تلبسني وان هو اللي بيتكلم. مش كريم اللي بيتكلم. يعني كريم كان بيتكلم في اول مثلا خمس دقيقة دقيقتين تلاتة كده من الريفيو. وبعد كده ريفيو قطع. ودخلنا بعد كده على شط تاني خلاص. مش انا اللي بتكلم بطل الرواية ده متلبسني انا وانا اللي بتكلم على لسانه. فلازم احاول ان انا اخلي الموضوع زي ما انا بتكلم عن كتاب. زي ما انا بتكلم عن رواية زي ما انا بتكلم عن محتوى ادبي. بس لا انا لازم في نفس التويت ادي لك حاجة تكون انترتيننج كفاية. صحيح. تكون فيها طرفيه كافي. انها تجذبك كمشاهد وكمحب للقراءة. فانت لو مشاهد بس. انت بتخربه عن طريق صورة برضو. مش عايزين ننسى ده ان انت في اخر بتخربه عن طريق صورة. ايا انما كان انت الصورة دي ايه بقى؟ او على اي موقع او على اي يعني وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. انت في اخر بتكلمه عن طريق صورة. فانت محتاج تجذبه وبتجذب عينه. بالضبط فانا عايز الصورة والاسلوب والكلام والطريقة والصوت والنبرة والتمثيل وكل حاجة تجذبك حتى لو انت ما بتقراش. اني اثير فضولك كفاية انك لا انا عايز اجيب الكتاب داره. ايه. فمن الناحية دي بدأنا شوية اننا. ابتديت بقى. اه بدأنا بدأ الوضاعي يختلف. اه بالضبط. اه بالضبط. تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. تفضلوا. موسيقى تجي عنا لحضراتكم مرة تانية ولسه متكلم النهاردة عن الموكتوبرز وعن توجههم للسوشل ميديا. علشان نقدر نجذب القراء بشكل اكتر. وعلشان نقدر نرجع تاني القارق للكتاب. ونرجع كمان نعمل يعني صحوة جديدة في عالم القراءة. بعد ما قلنا ان السوشل ميديا اخدت كتير من الناس لعالمها. وبعدنا عن القراءة وبعدنا عن عالم الكتب. ولو اني يعني الحقيقة كنت مختلفة شوية مع الموضوع ده لانه اللي بيحب القراءة ما فيش اي حاجة في الدنيا بتقدر تاخده من القراءة. نعم احنا جبنا ناس جداد بقى على عالم القراءة من خلال السوشل ميديا. وزودنا على القراءة جداد من خلال السوشل ميديا. عايز اتكلم معاكم عن قدب الساخر. والحقيقة انه القدب الساخر هو قدب برضو ليه باع كبير جدا. وده طرح في دماغي فكرة او خلاني دلوقتي افكر انه احيانا او زمان اوي كانوا دايما يفتكروا الناس اللي بتقرأ دايما دمها تقيل. هما دايما الناس جد جدا. هما دايما الناس يعني المثقفين اوي اللي هما الجد اوي. هما ناس دمها خفيفة وناس مثقفة وناس بيعرفوا يغذروا اكتر من اللي ما بيقروش. عشان تبقوا عارفين لان عندهم بقى يعني قماشة كبيرة جدا يقدروا يتكلموا فيها براحتهم. نتكلم شوية عن الادب الساخر نبتدي بيه كده استاذ كريم وكلمني شوية عن الادب الساخر. هو الادب الساخر بشكل عام هو ادب بيكون بيتناول موضوع او قضية بس بيتناول القضية دي بشكل كوميدي. عن طريق مواقف كوميدية او احداث كوميدية بحيث ان هو ما يبقاش بيديك الحاجة اللي واعز ووصلها لك بالمعلقة. بتحس كده ان هو انا وعمل زي ايه؟ بيقولها في نقطة. اه خالك لما ياخدك في ايدك يهزر معاك بس بقى ما تعملش كده تاني. حاجة زي كده. بس بيعملها لك بشكل كوميدي وبطريقة كوميدية بحيث ان الموضوع يكون وفي نفس الوقت يكون بيديك هدف معين او يعني معلومة تكون مهمة بالنسبة له. فدي بتكون انجح انواع الادب السخر. وبتكون في نفس التوقيت صعبة شوية عشان تفرق ما بين انك انت تعرف توصل رسالة وانك تعمل ادب سخر صح. وبين انك انت تبان سخيف او سلي او مش زابط الموضوع. او بتستزرف. بالظبط. او بتستزرف زيادة زي ما بنقول كده لما في حد بيستزرف شوية او فكر ان الدمه خفيفة بيزود في الموضوع في الموضوع بيقلب منه تماما. بست ستارق رأيك ايه في الموضوع ده. وفكرة الادب الساخر وفكرة كتابته وطريقته وحبكته. لانه احنا كمان شعب دمه خفيف اصله بالفترة. يعني احنا اصلا الناس دمنا خفيف بالفترة. فما بيدحكناش اللي بيستزرف احنا بيدحكنا اللي بجد دمه خفيف. وما بيجذبناش اللي بيستزرف برضو بيجذبنا اللي بجد دمه خفيف. فكلمني شوية عن الحبكة دي ازاي ممكن اللي الكاتب يعملها ومنوجة نظرك. الادب الساخر ازاي بيبقى ناجح؟ انا عجبني ايجا قوي كلمة الحبكة. لان فعلا في عوامل مشتركة ما بين الرواية وما بين الادب الساخر. الادب الساخر في الاول وفي الاخر هو قصة. قصة قصيرة انا بيحكي لك حدوتة. دمه خفيف بس هي في الاول وفي الاخر حدوتة. ليها بداية ووسط وانهاية. والانهاية بتاعتها في الجالب هي اللي عدد حكك. وانهاية اللي هتقافل في الاخر تقول انت هيها انت كنت تواصل ده في الاول. هو كده. وخلاص مش مجرد أن أنا بخف دمي أو باستظرف أو بقول نكت لا هي مش كده حتى النكت نفسها لو رجعنا النكت اللي كنا بنقولها زمان كده فيها حدوتة مرة واحد عمل كذا 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 طلع كذا فيها قصة فيه قصة فالستوري تيلينج ده هو السر في نجاح الحدوتة مش مجرد أن أنا بحكي أو بقول بوسطات على فيسبوك بتتحك وخلاص لا فيها فيه قصة وممكن بالنسبة لنا يعني الأسطورة في الموضوع ده جلال عامر اللي أرحمه الراجل ده كان عنده تجربة حياتية حلوة جدا وكان بينزل الشارع ويحتك بالناس ويتكلم وبيجيب الكلام ده بقى يعمله إعادة تدوير جواه ويطلع منه حواديد دحك بشكل غير طبيعي وفي نفس وقت زي ما كريم بيقول كده فيها لمسة بتخليك تفكر في واقع اللي أنت عايش وفي الدنيا اللي أنت شفتها في الموقف ده لو أنت تحطيت فيه إيه اللي هيحصل أو أنت هيكون رد فعلك إيه لو أنت قلت الكلام ده حاجة برضو أقرب ما تكون إلى الكوميديا السوداء أو الأدب الساخر في حد ذاته كوميديا سوداء أيه وطبعا ده نوع برضو من الكوميديا ونوع من أنواع برضو الأدب اللي بيكون مختلف طبعا بشكل كبير جدا لأنك بتنايش قضية مهمة جدا وقضية ممكن تكون حساسة جدا جدا بس بتطلع منها يعني مش عارف أقول مش هقدر أقول بتطلع أحسن ما فيها بس أنت بتحاول تبسطها على اللي أنت بتعرضها عليه أيا ما كان بقى في فيلم في كتاب في قصة يعني أيا ما كان هي إيه أهم الترشحات من وجهة نظركم اللي يترشحوها لقرأنا ولمشاهدين اللي يتسلوا بيها ويستنتعوا بيها ويضيفوا بيها لشخصياتهم والمعرفتهم والكيانهم من خلال ترشحاتكم كتب بقى للصيف والأجاست الصيف والله برضو إحنا ممكن نقسبهم طبقا لنوع لنوع الأدب ماشي نبتدي بإيه مثلا جريمة ساخر أدب نسائي ممكن جريمة طبعا في ناس شاطر قوي في أدب الجريمة يعني فيه الكاتب أحمد أصمان كاتب أسناريست أحمد أصمان شاطر جدا في المضادة عنده أعمال كتيرة عمل 11-12 رواية كلهم بيلعبوا في منطقة الخلطة ما بين الجريمة والبوليسي والرومانسي وأحيانا بيبقى فيه شوية لمسات فانتازية كده فيه الكاتب أنها داود برضو شاطرة جدا في أدب الجريمة بس هي أيمة على فكرة الجريمة زي أجاسة كريستي زمان كده جريمة وندور لها على حل وفيه مشتبه فيهم وفي الحل في الآخر بيطلع حد إحنا مش متوقعين وخالص فيه محمد حياة برضو كاتب جريمة شاطر عايزين بقى حاجة غريك جريمة حاجة غريك جريمة لو هنكلم في التاريخ مثلا مثلا سيرة ذاتية يناس كتير بتحب أدب السيرة الذاتية برضو برضو السيرة الذاتية أنا حب أن السيرة تبقى فيها جزء من القصة فخلينا نقول جلال أمين يعني جلال أمين كتاب ماذا علامتني الحياة كتاب ده حلو جدا جدا بيتكلم على قصة حياته هو واصرته ووالده وهو عاش إزاي ولكن جوه قصة فيها حدوتة فحتى لو أنا مش عايزة أعرف مين الراجل ده بيقول إيه فأنا ممكن أقرأة لأنها رواية يعني هي سيرة آه وبتحكي قصة حياة الكاتب نفسه ولكنها حدوتة فيها مواقف بتحصل وفيها أحداث محورية بتغير حياته وبتوديه من يمين لشمال ففيها معاني كتير وحكايات كتير أوكي أستاذ كريم هو أنا لو هرشح أعمال يعني لو بدأنا مثلا من الأدب السخر بميني احنا كنا كلمنا على الأدب السخر بدي فرصة بأي ساوي مثلا أو بما أنه أستاذ طرق مدقروش ممكن نتكلم عن الأدب السخر فأنا شايف الكتابات بتاعة إيهاب معاوض وهي با السواح حلوة جدا دايما هي كانت بتوصل للرسالة في وسط القصة يعني هو كان فعلا زي طرق مقيل الحبكة وبيبني قصة كاملة وجوه القصة فيه بقى كذا إيه كذا الرسالة كذا رسالة مفروضة أن هم يوصلوك لو هرشح حاجات تانية ممكن نرشح مثلا هشامل خشن نعمه أخواتها بس هي يعني رواية نفسية أه بس لا بس هي برضو تعتبر رواية دي مش لأسانة قولة قراءة خالص ولكن رواية حلوة جدا الكتابات بتاعت فعلا أحمد عثمان رائعة رائعة وعمل سلسلة سلسلة روايات صغيرة ممكن برضو تنفع أدب بوليسي وأدب جريمة فدي حلوة جدا تنفع برضو للشباب الصغير نرشح برضو الكتبة نوها داود الأعمال بتاعتها كانت ممتازة وكانت رائعة ممكن لو تكلمنا مثلا على حاجة في المترجمة ممكن نتكلم عن قرق الجسس سيدني سميث الكتاب مصطفى عبيت كانت حلوة جدا كانت بتكلم عن طبيب مصري في 1920 تقريبا قصصه بقى مع الجسس اللي كان بيقابلها فلا كانت قصة حقيقة كانت قصة حلوة جدا ترشحات كتيرة جدا وأتمنى ان شاء الله يكون موسم الأجازات يكون موسم مصمر كمان على المستوى الشخصي يعني مش بس نكون بنهزر وبنلعب وبندحك وبننزل المية وبنصيف بس انما كمان لما نقرأ كتاب لزيز ويكون ونسنا ويكون صاحبنا ويكون في ادينا طول الوقت وأنا الحقيقة بقيت بشوف ده كتير يعني عايزة أقول لكم ان انا بقيت بشوف ده كتير كنا زمان أو انا شخصيا كنا دايما نقول ان احنا كنا دايما بنشوف الأجانب بس اللي قاعدين على البسين مسكين كتب قاعدين على البلاج مسكين كتب قاعدين في المترو قاعدين في الأماكن المواصلات بشكل عام مسكين كتب أنا دلوتي بقيت بشوف مصرين كتير جدا مسكين كتب بنات وولاد وشباب وسيدات ورجال والحقيقة أنهم بيكونوا برضو ناس في منتهى اللطف فأنا سعيدة جداً باللي بيحصل في العالم الثقافي الأدبي بالنسبة لمصر وبالنسبة للشباب بشكل عام في مصر لأنه أنا أفتكر أن اللي جاي أكيد هيكون أحسن بالتعليم وبالتنوير وبالقراية وبالتسقيف وبالتكوين الصح للبني آدم المصري أو للشخصية المصرية المزبوطة اللي احنا عايزين نكون شايفينها أنا بشكركم على وجودكم معايا النهاردة الحقيقة أو سعيدة جداً بلقائكم مرسي مرسي أستاذ طارق مرسي أستاذ كريم بكده بكون وصلت معاكم لهاية حلقتنا النهاردة من يحكى أن كان معانا البوكتوبر الأستاذ كريم النجار وكمان الكاتب والنقد والبوكتوبر الأستاذ طارق عز وكان معاكم رانيا السيد بشكركم